من ضمن الأسئلة إزاي قدر أستعد للدراسة في عين الشمس قدمت على كلية التجارة إنك تستعد ذهنيا إنك تهيأ نفسك للدراسة نحضر المكتب تستعد ذهنيا إنك تحضر المحاضرات فتزبط الجدول وحط الجدول كده قدامك في المكتب تستعد إنك جساديا تنام بدري عشان تصحبت الروح المحاضرات تستعد إن الشنطة بتاعتك يبقى فيها لو فيها الأكل يبقى فيها الموعيد واضحة تستعد إنك تجيب الكتب وتذاكر من أول يوم تستعد إنك تحاول إنك تستكشف المجال وبالراحة على نفسك وتعرف إن دي مرحلة مختلفة على المراحل الآخرين لما بندخل الجامعة بقى سنة بعد سنة سنتين نبدأ بقى نهتم من أول يوم باللغة الإنجليزية لو نعرف نشارك في الأنشاطة الطلابية من أول يوم نشارك ليه يعني ما عليش فيها لا أتطورك لو فيه شغل في الصيف اشتغل لو فيه تدريبات صيفية كل حاجات دي من ضمن الحاجات اللي هتساعدك نتابع المحاضرات نتابع الساكاشن نتابع لو فيه امتحانات قديمة أو نمازج كل حاجات دي من ضمن الحاجات اللي ممكن هتساعدك لن نتطور في هذا الموضوع وربنا وفقك وكتبلك كل خير بإسم الله